اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في عمليات وتفاصيل كتيرة في محتاجين نربط الموضوع بشكل كويس فانا عملت الدومين ده على mind map بحيث ان احنا نربط كل التاسكس ببعضها وان شاء الله تكون المحاضرة دي مفيدة وسهلة وبسيطة للناس كلها والحمد لله برضو يعني تقريبا احنا اول ناس نعمل الفكرة دي فكرة mind map ما تعملتش قبل كده في ال PMP وان شاء الله تكون فكرة جيدة جيدة للناس لانها فعليا بتلخص الموضوع بشكل كويس بعد ما تكون ذكرت هتحس قد ايه ان الموضوع سهل الموضوع مش صعب ابدا الموضوع بسيط لما تبص للموضوع من فوق بتلاقي الموضوع فعلا بسيط مش معقد ولا شي طيب بسرعة كده عايز اذكر الناس اختبار ال PMP طبقا لايه تاني اختبار ال PMP يا شباب من اول يناير 2021 بقى طبقا لحاجة اسمها exam content outline التابع لي ال PMP هو ده الكتاب هو ده بعنوان examination content outline اللي بدأ تفعيله في يناير 2021 ده تابع لي ال PMP يعني اللي يقولك بعد كده هو الامتحان طبقا لأي اصدار ال PMP السادس ولا ال PMP السابع تقوله اباشا اختبار ال PMP دلوقتي طبقا لال exam content outline 2021 زي ما قوله قبل كده كتير ان الاختبار ال PMP بقى طبقا لعشر مصادر وليس مصدر واحد ولكن اهم اهم مصدرين لاختبار ال PMP هو اكيد ال Agile Practice Guide و PMP تمام والحد هذه اللحظة ال PMP السابع لم يطبق في الاختبار تمام وحتى هو بقى reference ولكن لم يطبق ضمن اسئلة الاختبار الدولي الاختبار الفعلي تمام فعشان اسئلة كتير جدا بتيجي هو الكورس تبقى لإيه ولا الامتحان تبقى لإيه كله exam content outline طيب هل لما ال PMP 7 يطبق هل ده هيغير شيء لا مش هغير شيء ابدا لأن الامتحان أصلا مش تبقى للبينبوك هما الامتحان تبقى لإيه لإجزام content outline يعني عادي جدا ما يمكش أي حاجة أي إصدار ينزل طالما الإجزام content outline سابت يبقى أنت كده ماشي تبقى للإجزام content outline طب هو ده اللي ماشي به لاختبار الدولي لحد النهاردة من أول يناير 2021 ده الكلام اللي البي ماي بيقوله تمام هو ده آخر تحديث للبي ماي اللي احنا ماشيين عليه لحد النهاردة المنهج بتاعنا مقسم لإيه لتلاتة domain تلاتة domains domain people والprocess والbusiness environment والكورس بتاعنا أيضا ماشي تبقى للإجزام content outline طبعا البي بول عليه 42% من الامتحان process 50% الbusiness environment 8% طيب النهاردة محاضرة اليوم هكلمك عن إيه؟ هكلمك على domain process هنراجع مع بعض أكبر domain في المنهج وهو domain الثاني الprocess عليه 50% زي ما هو واضح قدامك كده نص الامتحان بالزبط على domain ده طيب domain ده بيحتوي على ايه؟ طبعا احنا عارفين ان domain people بيحتوي على 14 مهمة اهو 14 task بس النهاردة انا هكلمك على ده بس طب انا عايز اقولك ان domain ده اخد مننا قد ايه؟ في الكورس نفسه الكورس الشرحي التفصيلي اخد 6 محاضرات اخد 6 محاضرات كاملين يعني اكتر من 20 ساعة السبعتاشر task دول اتشرحوا في اكتر من 20 ساعة بالتفصيل وانا النهاردة جايي الاخصلك الكلام ده كله في ساعة ونص او ساعتين بكتير جدا في ساعة ونص او ساعتين عشان تحس قدقين الموضوع بسيط مش معقد ولا شيء بص للموضوع بالهليكوبتر فيو يعني النظرة كده من فوق هتلاقي ان الموضوع سهل فانا النهاردة جاي ربط لك بقى القصة دي كلها بعد المحاضرات ان شاء الله هتلاقي ان الدومين ده هو اسهل دومين فعليا في المنهج اللي قدامك ده mind map خريطة ذهنية خريطة ذهنية بتحتوي على السبعتاشر مهمة اللي موجودين في الدومين التاني وهو دومين بروسس طيب ايه هم السبعتاشر مهمة دول نتذكر كده مع بعض المهمة الاولى هنتكلم على determine appropriate project methodology تحديد منهجية المشروع والمثلث والpractice establish project governance وضع هيكلة لحوكمة المشروع plan and manage scope التخطيط وإدارة النطاق هكلمك على task 6 plan and manage schedule التخطيط وإدارة الجدول الزمني task 5 plan and manage budget resources التخطيط لوضع التكلفة وإدارتها والموارد task 7 plan and manage quality of products or deliverables التخطيط وإدارة الجودة task 2 manage communications إدارة التواصل task 4 engage stakeholders درس إشراك المعنيين task 3 assess and manage risks تقييم وإدارة المخاطر task 11 plan and manage procurement التخطيط وإدارة المشتريات task 9 integrate project planning activities تكامل بقى البلانز المختلفة ووضعهم في خطة واحدة اللي هي project management plan task 1 execute project to deliver business value تنفيذ المشاريع الحصول على value business value task 10 manage project changes إدارة تغييرات المشروع task 12 create and manage project artifacts task 15 manage project issues task 16 ensure knowledge transfer task 17 أخيرا آخر task عندنا وهو plan and manage project phase or phase closure إغلاق المشروع أو المرحلة هما دول السبعتاشر مهمة ولكن احنا مش ماشيين بترتيب outline الترتيب اللي قدامك ده هو ترتيب منطقي لربط المهام ببعضها وفي الأخير هما نفسهم السبعتاشر مهمة ولكن بترتيب أفضل وأضق طيب نبدأ بقى على طول مع بعض كده بعد ما عرضنا مع بعض احنا هنقول إيه النهاردة الأجندة بتاعتنا إيه النهاردة نبدأ بقى نفوقس على task task ونتكلم كده عليه وإحنا عايزين من نوي طبعا في البداية احنا لازم نبدأ بتحديد الميستدولوجي اللي هنمشي بيها في المشروع هعمل زوم أهو عشان الناس تشوف تيبقى الأمور واضحة لكل الناس أعتقد كده واضحة لكل الناس لازم في البداية نحدد الميستدولوجي اللي احنا عايزين نمشي عليها في المشروع هل هنمشي بطريقة ال-predictive ولا بطريقة ال-agile ولا ال-hybrid هنمشي كده ولا كده ولا كده طبعا ده هيعتمد على ايه ده هيعتمد على نوع المشروع نفسه هيعتمد على نوع المشروع يعني امتى نسلكت طريقة ال-predictive أو هنمشي بطريقة ال-plan driven لما يكون المشروع مطلباته واضحة من البداية اقدر اخطط للمشروع بشكل مفصل واعمل جدول زمني مفصل من اول يوم لاخر يوم في المشروع انا عارف هنفذ ايه لان كل شيء واضح المشاريع اللي التغيير فيها expensive او مكلف جدا زي مشاريع ال-construction زي مشاريع ال-construction مشاريع اللي هي اتنفذ منها كتير كتير في الماضي يسموها ال-plan driven plan يعني خطة هاي اللي بتمشيين انا بامشي بناء على خطة في المشروع خطة تفصيلية المنتج النهائي بتاعي واضح من البداية يبقى دي انا كده هاختار امشي بطريقة ال-predictive لو مشروعي في المواصفات دي طيب امتى ال-agile او هي حتى من اسمها كده change يعني التغيير هو اللي هي يمشيين في المشروع فطالما فيه تغيير يبقى يتناسب مع المشاريع اللي فيها تغيير مستمر في المطلبات المنتج النهائي اصلا مش واضح من البداية و-user feedback is very valuable محتاجين بشكل دوري ال-feedback من العميل بشكل مستمر ويتناسب بال-agile مع ال-projects اللي فيها اللي بيكون موجود فيه complex environment يعني بيقى فيها تعقيد زيادة وهتحتاج الى تغيير مستمر agile يعني محتاجين مرونة اكتر في المشروع طيب امتا نسلكت ال-hybrid ال-hybrid دا يتناسب مع انهي مشاريع المشاريع المشاريع ال-hybrid اللي قدر اشتغل فيها جزء predictive وجزء agile المشاريع اللي فيها mix من الموارد والخبرات الناس اللي موجودة mix يقدروا يشتغلوا agile يقدروا يشتغلوا predictive المشاريع اللي من خلالها عايزين نتعلم طرق جديدة طرق جديدة يعني مثلا احنا شركة شغالين predictive عايزين ننتقل الى agile فمش هننتقل مرة واحدة فممكن الاول نشتغل hybrid نتعلم او حتى نعمل مشروع او pilot project ونتعلم في بيئة العمل ال-hybrid بعد كده ننتقل بعد كده الى agile هاي دي task رقم 13 اختيار المنهجية بس في حاجة عايزة اقول هالك برضو ايه اول حاجة بتتعامل في المشروع في مرحلة البدء في مرحلة initiation طبعا هي developing ال-project charter انشاء مثاك المشروع طبعا اللي بينشئه وبيعتمده هو مالك المشروع او ال-project sponsor ممكن يشارك مدير المشروع فيه او ممكن ما يكونش لسه تعين فيتعين بعد كده ولكن يفضل ان هو يكون موجود من البداية فانت اول ما بتتعين كده بتعرف بقى المعنيين في مرحلة البدء وات-identify ال-stick holders بعد كده تدى بقى دي ايه تشتغل وتخطط للمشروع بتاعك طيب task 14 establish project governance structure ايوة اكتر شيء من لغبة الناس هو موضوع governance او موضوع الحوكمة يعني حوكمة طبعا الحوكمة ظهرت في الفترة الاخيرة وبدأت انتشر بشكل كبير جدا 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 يعني ايه حوكمة احنا هنا هكلمك على task وضع هيكل حوكمة المشروع حوكمة يعني ايه حوكمة يعني هي عبارة عن free work عبارة عن functions وظائف عمليات processes يعني اقدر اقول ان هي مجموعة من العمليات والوظائف للتحكم في المشروع وزيادة نجاح المشروع والحصول على unique product or surface or result طيب عايز افهم اكتر هتساعدني الحوكمة دي ازاي فيها ايه حوكمة يعني يكون عندي عملية لتحديد المشكلات وتصعيدها وحلها لو انا ظهر عندي مشكلة في المشروع اكبر من صلاحياتي هصعدها المين لازم يكون عندي طريقة واضحة للتصعيد يكون عندي مخطط تنظيم واضح للمشروع ومتحدد فيه الادوار كل واحد دوره ايه مسئولياته ايه الحوكمة يعني يكون عندي عمليات انا هاخدها مش كل قرار انا هاخده انا ليه المت معين صلاحياتي ومسئولياتي وضوري متحدد في اليتشارتر لو فيه شيء اعلى مني فلازم ان احنا برضو ايه اصاعدوا مثلا للبروجرام مانيجر ايضا عملية لمراجعة وقبول التغييرات اللي بتكون اعلى من سلطة موديل المشروع اكيد في احيانا كتير تغييرات اعلى مني اعلى من صلاحياتي فلما يكون عندي حوكمة اكيد هيكون عندي بروسس هتقول لي انا همشي او هدير التغيير ده ازاي تمام وطبعا الموضوع بقى الاسكليشن بروسس عملية التصعيد مش بس كده ده كمان عملية مراجعة بوابة المرحلة اللي هي الفيز ريفيو او الستيجي جيت انا عشان انتقل من المرحلة لمرحلة في المشروع بيكون في استيجي جيت بمر بيها يعني بوابة بيتم فيها ايه مقارنة بقى البيزنس كيز بالأكشوال برفورمانس بتاعي عشان اصحاب القرارات ياخدوا قرار ان هجو ولا نو جو هنتقل للفيز التانية او للمرحلة اللي جاية ولا هخليني في نفس المرحلة ولا اصلا هنقفل المشروع ده لان ما عادش منه فايدة وطبعا ده هيتاخد بقى من خلال ايه الجاورنانس بورد اللجنة المسؤولة عن المشروع ده هننتقل بعد كده بقى ليه التاسك رقم 8 تاسك مهم جدا هكلمك على تخطيط وإدارة الاسكوب طيب قبل ما نبدأ فيه بقى الاسكوب ده عبارة عن اصلا فيه بعمل اول حاجة الاسكوب بعد كده بعد كده بعد كده بديفاين الاسكوب بعد كده بكارية الو بي اس بعد كده بعمل منتور وريبروتايز وفالديت اسكوب ده لنا هكلمك على دلوقتي الاسكوب بيكون من ده بس اول حاجة لازم يكون عندي خطة اسكوب شباب اول حاجة بيتعامل في التخطيط لازم يكون عندي خطة لإدارة النطاق انا ما قدرش اروح اعمل جدول زمني ولا اقدر التكلفة وعمل ميزانية ولا يبقى عند اي حاجة في المشروع بدون نطاق النطاق هو اهم جزء دلوقتي بنعود بقى انا كمدير مشروع مع التيم مع الستيك هولدرز عشان خاطر بقى نعود مع بعض اجتماعيات وممكن نستعين بي اكس برتمعين او حد عنده خبرة سابقة في نفس المجال ونشوف البدايل للحصول على الخطة اللي هتقول بعد كده انا هعمل الو بي اس ازاي هدفين الاسكوب ازاي والستيتمنت الى اخره بعد كده هنروح لاهم بروسس وهي تجميع المطلبات في عندنا تولز وتكنيكس كتير جدا بنستخدمها زي مثلا العصف الزهني عشان نولد افكار جديدة انترفيوز لو عندي معلومات سرية محتاج ان انا اجمعها من خلال الانترفيوز او من خلال فوكس جروب لو محتاج ان انا استعين بخبراء متخصصين في المجال يقدر ان هم يساعدونها في collect requirements questionnaire and surveys الاستبيانات والاستصاءات لو عندي عدد كبير جدا من المعنيين منتشرين في اماكن مختلفة وعايز اجمع منهم مطلبة بشكل سريع مفيش احسن من الكويتشانير والسيرفيز ايضا البنشماركينج لو عايز اقارد المنتج بتاعي او الحاجة اللي بعملها بشركة منافسة او حد مميز في السوق عشان اشوف واجمع ال best practices الموجودة وحسن عليها او ال mind mapping عشان نرتب بقى افكارنا ونجمع كمان افكار جديدة affinity diagram عايزة بقى نصنف كل requirements دي والمعامات الكتير دي نصنفها في groups هتسهل عليها مراجعة والتحليل او ممكن نعود مع الكيستيكولدرز بقى في workshops عشان خاطر نعرف اكتر عن مطلباتهم ونعمل كمان context diagram و prototypes يعني عشان ناخد ال early feedback من العميل او المعنيين للحصول على feedback مبكر قبل ما نبدأ في التنفيذ وبعد كده بقى لازم نعمل decision making ما هو مش كل المطلبات دي هناخدها وهيكون متوافقة عليها فممكن بقى ناخد القرار على المطلبات دي باستخدام الإجماع او باستخدام الأغلبية او باستخدام الأكسرية او شخص واحد autocratic بقى شخص واحد بس اللي هياخد القرار نيابة عن بقى المجموعة بعد ما جمعنا المطلبات كلها لازم نكتبها نوصقها في سجل اسمه requirements documentation وثائق المطلبات احنا طلعنا ايه طلعنا business requirements وstick holder requirements وسيليوشن requirements وبروجيكت requirements وtransition requirements هو هتنسى المخرج الآخر من العملية وهو requirements traceability metrics المصفوفة تطبع المطلبات اللي هتأكد من خلالها ان كل مطلب بياد business value لان لو في مطلب فعليا ما بيضيف ليش قيمة مش هيتطلع لمخرج ده هنشيله ده هنحزفه ده ملوش معنى عندنا فبتأكد بس المطلبات دي كلها اللي احنا جمعناها بتاد business value بعد ما جمعنا المطلبات هنروح بقى define the scope هنعرف بقى النطاق ونحصل على project scope statement اللي فيها بقى وصف النطاق والمعايير القبول والتسليمات بتاعة المشروع ال deliverables وال project exclusions او ال out of scope وال assumptions وال constraints بعد كده نروح بقى نقريت ال WBS هيكل تجريئة العمل طب انا بعمل ايه في العمله دي بعمل بعمل تكسير لل deliverables بعمل تكسير للنطاق العمل بتاعي الى اجزاء اصغر تكون اسهل في الادارة الهدف من هذه العملية هو الحصول على scope line او الخط المرجعي للنطاق طب scope line ده هو عبارة عن ايه هو هو approved scope statement هو عبارة عن ال WBS هو عبارة عن dictionary لل WBS هو اللي فيه work packages هي باخر level موجود في ال WBS هو work packages انا لسه لحد الان ما عنديش activities اخر level موجود في ال WBS هو عبارة عن work package انا الحد العملية دي انا حصلت على الخط المرجعي للنطاق او scope line هو خط الاساس نطاق العمل لم تغيرش ابدا الا عن طريق change request او طلب تغيير رسمي ما اقدرش انا ولا غيري يعدل على scope طبعي المشروع الا عن طريق طلب تغيير رسمي بعد كده خلاص احنا خلصنا كل ما يلزم وانت بتخطط لنطاق العمل من وطلعنا scope بتاعنا scope baseline بعد كده بقى اثناء المشروع لازم بقى نتأكد ان scope بتاعنا ده هو ده اللي احنا شغالين بي scope المعتمد هو نفسه اللي احنا شغالينه ومش شغالين حاجة تانية فلازم يكون عندنا عملية في المراقبة والتحكم عشان كده هكلمك على monitor and validate scope فلازم فلازم يبقى عندي عملية اسمها monitor and control scope ليه بقى محتاج العملية دي في ايه عشان اتأكد ان ال scope المعتمد هو نفسه اللي بيتنفذ مش شيء تاني فمن خلال عمل variance analysis استحليل انحراف بقى اقارن بقى ال baseline بتاعي او ال scope المعتمد بال actual results عشان اشوف هل في انحرافات طب لو في انحرافات عندي هل ده مقبول انحراف ده مقبول ولا محتاج اخد corrective action عشان الحق النفسي بقى وعد الوضع وامشي مع الخطة بتاعتي او يتم عمل trend analysis تحليل الاتجاه بقى عشان ايه اشوف بقى النتائج في المستقبل هتكون ماشية كويس او انا الاداء بتاعي بيتحسن ولا بيتضهور عشان اتنبأ بقى بال future outcomes بنانة على معلومات historical results معلومات فاتت في الشهور اللي فاتت بتنبأ بنانة عليها اللي جاي ايضا بعمل عملية اسمها validoscope الغرض منها هو تسليم deliverables بشكل رسمي احنا كل جزء او كل deliverables اللي عندنا يخلص لازم نسلمه بشكل رسمي فبيتم عمل inspection من طرف العميل او ال sponsor والحصول على accepted deliverables يوقع عليها بشكل رسمي اي deliverable يخلص لازم ان انا اخد عليه موافقة رسمية من العميل او ال sponsor جماعة ال agile عندهم حاجة اسمها ال iteration reviews يعني ايه يعني مراجعة التقرار ده اللي بيكون اجتماعا في نهاية كل التقرار او لو فيه تعديل معين وهكذا طبعا ده بيكون بران على معيير معينة او check list وهي definition of done ايه موضوع ال rebrotize ده طبعا ليه علاقة بجماعة ال agile جماعة ال agile لما بيكون فيه تعديل معين على ال backlog مالك المنتج بيبدأ يعمل rebrotization يعني بيعيد ترتيب اولويات ال backlog مفيش baseline في ال agile في backlog في ال agile فمالك المنتج بيبدأ يعمل وينج او refining ال backlog تمام بشكل دوري او قبل ما يبدأ اجتماع التخطيط او قبل كل تقرار لازم ملك المنتج ممكن يساعدوا التيم في عملية ترتيب او لويات ال backlog طبقا ليه طبعا موضوع ال business value احنا كده خلصنا ال task اللي هو رقم 8 plan and manage scope بعد ما عندنا scope لازم بروح بقى ايه للاسكادوال اعمل جدوال زي مني بقى المشروعي task set بقى plan and manage schedule هكلمك هنا على ايه لازم خطة لازم خطة اي شيء بعمله لازم له خطة انت حياتك نفسها لازم تكون ماشية بخطة انت بتزاكر لازم تزاكر بناء على خطة فلازم يكون في خطة للاسكادوال للاسكادوال plan بعد ما يكون عندي خطة بروح اعرف في الاكتيفتيز ورتبها في السيكونس اكتيفتيز وقدر بقى الوقت في الاستيميشن اكتيفتيز وابدأ بقى انشئ الجدوال الزمني بتاعي في عملية develop schedule ولازم كمان يكون عندي عملية في الكنترول فاول حاجة عندنا لازم يكون لازم اطلع خطة لازم اعمل schedule plan الخطة اللي بتقوللي انا هدير الجدوال الزمني ازاي انا هدير الجدوال الزمني ازاي هستخدم tools ايه software همشي باي methodology همشي بطريقة critical pass ولا critical chain method طب همشي هستخدم اي software طب انا هحرس الجدوال الزمني كل قد ايه وهكذا طب ايه هي units of measure اللي عندي هستخدمها اللتر الطن المتر المكعب اليوم الساعة ده كله بروح بقى الاهم process وهي define activities ببدأ بقى ان انا اعرف الانشطة انا وانا في الاسكوب ما كانش لسه عندي activities امال كان عندي ايه كان عندي WPS كان عندي work package هبدأ امسك كل work package كان موجود في ال WPS اعمله decomposition او اكسره بقى الحصول على activity list او milestone list قيمة اللي هتتنفس في المشروع عشان نحصل على deliverables و milestone list milestone معناها معالم رئيسية معالم مهمة احداث همة زي مثلا تاريخ بدء المشروع تاريخ نهاية المشروع تاريخ بدء المرحلة تاريخ نهاية المرحلة دي كلها عبارة عن milestone وهو اعتنسى ان milestones هي have zero duration ما لهاش وقت zero duration انما activities هي اللي لها طبعا متظهر كبرت شارت في الجدول اللي زمني بيكون لها ايه فترة أو duration معين بعد ما عرفت الانشطة همسك بقى كل نشاط ونرتبه هنرتب بقى activities عندنا في المشروع من خلال sequence activities لازم اعرف بقى كل النشاط ايه اللي قابله ايه اللي بعده للحصول على project schedule network diagram طب هيسعيدنا على الترتيب ده ايه لازم هيسعيدنا عليه معرفتي relationship types او انواع العلاقات في عندنا اربع انواع معي علاقات finish to start start to start finish to finish start to finish ايه تاني اوعى تنسى برضو هناخد في الاعتبار dependances المختلفة احيانا اكون مجبور على علاقة معينة mandatory dependancy ماينفعش اطلع بالدور الاول الا الاول لما خلص الاساسات او علاقة تكون منطقية او مفضلة descriptionally بمزاجي حسب خبرتي بعملها او تكون علاقة خارجية يعني نشاط عندي في المشروع مرتبط بنشاط من برة فزح معين لازم اصدره الاول تصريح معين لازم اعمله او تكون علاقة داخلية وطبعا بستخدم بقى leads واللاكس كده عشان اعمل ايه ارتب الاكتيفتيز بتاعتي في المشروع بعلاقات منطقية والحصول على البروجيكت schedule network diagram شبكة كده فيها شوية اكتيفتيز متربطة ببعضها بعد كده بقى هنمسك كل اكتيفتيز نقدره نقدره من حيث الوقت عايز اعرف كل النشاط هياخد مني وقت هياخد نص ساعة هياخد يوم هياخد يومين الحصول بقى على اكتيفتي اننا مثلا يعني هاخد بكذا واجهة بمظر البسيميستيك والاوبتيميستيك والمستليكلي ممكن احسبها عن طريق مثلا طريقة الترينجلر ديستريبيوشن اللي هي بجمع بقى ال P زائد O زائد M و S ومع ثلاثة الحصول على ديوريشن او بقى ان يستخدم احسن طريقة في التأدير وهي البطوم اب استيميشن الطريقة بقى اللي بتدينا اضق تأدير طيب بعد ما حصلت على تأدير ال اكتيفيتز من حيث ديوريشن دلوقتي عرفت كل اكتيفيتز هياخد مني وقت قدي بس لسه لحد اللحظة دي ما حصلتش على الجدول الزمني بتاعي فده هيكون من خلال عملية اسمها ديفيلو بيسكادول هحصل بقى على تاني ويزلائن عندي وهو خط المرجعي للسكادول وهو ده الهدف من العملية طيب محتاجين نطبق شوية تكنيكس كده في العملية زي مثلا نتابع طريقة كريتكال باس الحصول بقى على زمن المشروع او المينموم بروجيك ديوريشن والفلود تبع المشروع ونطبق بقى موضوع رسورس ليفلينج والسكادول كمبريشن كراشنج والفاست تراكينج وهكذا عشان خاطر نبدأ بقى نطلع بتاع المشروع طالما عندك خطة طالما عندك بيسدلاين لازم يكون عندك اثناء التنفيذ لازم بنعمل بشكل مستمر مرأبة وتحكم لازم اعمل كنترول على الاسكادول لازم اشوف انا شغال طبقا للجدول الزمني المعتمد ولا شغال مع نفسي هل انا متقدم ولا متأخر لازم بنعمل كنترول على الاسكادول وده الطريقة بتاعته على حسب منهجية المشروع بتاعي هل ماشي اجايل ولا ماشي تراديشنال جماعة الاجايل اجايل اللي طلع عندك فعليا هل ده زي ده ولا لا بتكمبير بقى التوتال amount of fork delivered اللي تسلم and accepted واللي تقبل تقارنه ب الاس amount of fork to be completed اللي كلمة فروض تخلص في current time period في نفس الفترة الجماعة بقى اللي شغالين في مشروع تقليدي الموضوع سهل هنا الموضوع هنا بتقارن بقى ال بلاند ديتس بالاكشوال ديتس تمام وفيه خلال بقى وتحدث بقى الجدول للزمن بتاعك مثلا بشكل شهري او كل اسبوح حسب بقى من تكاتب في الخطة وماها معتمدة عندك وما تنساش بقى ان اي تعديل هيتم على schedule اللي لازم يكون عن طريق طلب تغيير رسمي فهذه العملية الغرض منها هو managing changes طب لو انا انحرفت في المشروع ما بقيتش ماشي مع الخطة بتاعتي الحق نفسك استخدم بقى crashing بقى recovery للجدول للزمن بتاعك عشان خاطر تمشي تاني مع وتخلص ضمن وقت المشروع او completion date المعتمد احنا كده خلصنا schedule والscope هكلمك بعد كده بقى cost انا كده عرفت مشروعي نطاق العمل بتاعه ايه واعتمدناه وعرفت الجدول الزمن بتاع ايه للمشروع بتاعي واعتمدناه بقى عندي scope baseline و schedule baseline يلا بينا نروح بقى نتكلم على cost نفس الطريقة لازم اي حاجة اعمل لها خطة لان الخطة اللي بتقول لها manage ازاي همشي ازاي هي لتقول لها اعمل الكلام ده ازاي cost management plan اول حاجة لازم اعملها يكون عندي cost plan فيها بقى unit of اللي هستخدمها اي كل ده موجود في المستخدمة ده كله في cost plan هروح بعد كده عمل estimate estimate لل activities عايز احصل على cost line بتاعي طب ايه tools اللي هتساعدني هنا نفس tools بالزبط المستخدمة في duration هستخدمها في cost بالزبط زي مثلا analogous estimation لو انا عندي مشروع سابق مشابه هاخد نفس القيم بتاعته او عن طريق الparametric estimation او ممكن استخدم بقى triangle distribution او beta distribution هجمع بقى البي زائد الارباع ام اللي قدروا على 6 او استخدم بقى طريقة bottom up estimation الهدف بعد كده ان انا اعمل determine budget واحصل على cost baseline الخط المرجعي للتكلفة واعتنسى ان cost baseline بيحتوى على contingency reserve يعني انا اخدت في الاعتبار كل المخاطر اللي ممكن تأثر علي في المشروع حسب نها بالطرق المختلفة وعرفنا ايه الريزير اللي احنا جيه عشان خاطر الريسك الريسك فالcost baseline بيحتوى على ال contingency reserve نفس الكلام فوق هنا نفس الكلام هنا بالضبط ال schedule بيحتوى ايضا على ال contingency reserve لان الريزير ممكن يكون time او cost كده احنا حصلنا على cost baseline حلو قوي بس وانا شغال في التنفيذ انا محتاج اعرف انا كذبان ولا خسران انا سابق الجدول الزامن ولا متأخر فلازم نعمل control لا اي شيء شباب ليه خطة لازم له control في التنفيذ واحنا بقى بننفذ لازم بشكل دوري بنعمل مرأبة والتحكم بنعمل control cost طب ده هيكون من خلال ايه earned value management earned value management طيب ايه هو موضوع earned value ده شوية معادلات هستخدمهم علشان نعرف الاداء بتاع مشروعي انا سابق ولا متأخر انا كذبان ولا خسران هنطبق بقى موضوع schedule variance وال spi schedule performance index والcost variance والcost performance index طبعا schedule variance لو انا اكبر من طبعا الصفر لو positive النتيجة يبقى انا سابق الجدول الزامني اهدف schedule لو اقل من الصفر بال minus معناها ان انا اكيد behind schedule نفس الكلام بقى لو انا اكبر من الواحد معناها سابق الجدول الزامني اقل من الواحد اكيد اكيد متأخر اكبر من الواحد هنا او اكبر سوريا اكبر من الصفر يبقى انا كسبان طبعا لو انا اقل من الصفر في cbi طبعا هنا دائما لو انت في variance بتقارن بالصفر لو انت في ال индex بتقارن بالواحد cbi اكبر من الواحد يبقى انت كده طبعا كسبان لو انت اقل من الواحد يبقى انت خسرا تمام في نقطة مهمة جدا يا شباب الجزء ده بيجا عليه في الامتحان سؤالين او ثلاثة في الفصلة الاخيرة بس هو بيجيب لك الموضوع بسيط بيجيب لك الاس بي اي مثلا بيسوي كذا والاس بي اي والس بي اي بيسوي كذا بيقول لك المشروع ده حالته ايه هل انت اهيد ولا بهايند سكالوال اوبر ولا اندر باجت او عتنسى برضو موضوع الاستمت اد كومبليشن القيمة متوقعة في نهاية المشروع عليها معادلتين والتي سي بي اي مهمة جدا عليها سؤال في الامتحان تي سي بي اي بيجا دايما عليها سؤال في الامتحان تبقى عارف معادلتها الباك ناقص الارنت فاليو على الباك ناقص الاكشوال كوست هنا بقى العكس لو انت قليل اقل من واحد ده حلو يبقى انت كده تقدر تكمل المشروع easy to complete لو انت اكبر من الواحد ده وحش ده معناه ان انت hard to complete ليه بقى؟ لان الباست هو عبارة عن remaining work والمقام بتاحت هو remaining funding تمام كده احنا اتكلمنا على موضوع الكوست ايه تاني عايزين نتكلم عليه تاسك سابعة بقى plan and manage quality الجودة يا شباب زي اديري الجودة لازم ابدأ اعمل خطة نفس القصة بالزبط لازم ابدأ اعمل ايه؟ اعمل خطة quality management plan الخطة فيها ايه بقى؟ فيها مواصفات الجودة standard اللي هنمشى عليها معايير الجودة ايه؟ الادوار والمسئوليات طب لو حصل عند انحراف ايه البروستيجل هناخد اكشن ازاي لمعالجة non-conformance هي ده quality plan وبنستخدم بقى اثناء planning quality حاجة اسمها cost of quality cost of conformance والcost of non-conformance وانا في التنفيذ دايما بنعمل manage quality ادارة الجودة بنطبق بقى quality audit للتأكد ان احنا الشغل بتاعنا ماشي طبقا لل policies procedures ال processes اتأكد ان احنا ماشيين طبقا للعمليات والسياسات والاجراءات الخاصة بالمشروع والorganization ده موضوع مهم audit دايما بيشتغل على العمليات ايضا بنعمل اشيكا ودياجرام لو عايزين نعرف ال road course لو عندي مشكلة معينة وعايز اعرف سببها الجازر ايه ايضا بنطبق 5 files او الخامسة ليه تمام طبعا كلنا عارفين الطريقة دي بنوع نريبيت او نوع نكرر الاجابة بتاعتك انا مسلا سألتك سؤال تديني اجابة امسك اجابتك اخليها لك سؤاله واسألك تاني ممكن نستمر بهذا الحوار لحد مثلا مرتين 3 اربعة لحد ما نقف ونعرف ال road course ايضا ودي عليها سؤال في الانتحان برض هيقول لك هيجيب لك سيناريو هيقول لك ايه هو السابق الجازري هيقول لك اختار اجابتين طبعا تختار بقى ايه ال 5 files و ال fish point وهكذا ال control quality control quality ضبط الجودة هنا بقى بنشتغل على deliverables هي عملية داخلية جماعة ال quality control بيعملوا inspection قبل ما نروح نسلم تسليم رسمي للعميل هم الأول بيعملوا validator على deliverables بيتأكدوا deliverables صحيحة completed ما فيهاش errors ما فيهاش bugs فهي عملية بتشتغل او بتركز على موضوع ال product او deliverables لنفسها بعكس audit الاودت ملوش علاقة بال deliverables ليه علاقة بال process الاودت ممكن يكون قسم في الشركة او من برا انما ال inspection هي عملية داخلية لتأكد من deliverables قبل ما نروح نوديها بقى لي العميل عشان يوقع عليها رسمي ايضا فيه شوية tools برضو بنستخدمهم في هذه العملية ريتشارت والبريتو عشان بقى نعمل ranking للكوزيس بتاعة المشاكل اللي عندنا والعينات الاحصائية لستيسيكال سامبلينج عشان خاطر طبعا نreديوس الكوست وكواليتي باستخدام هذا التكنيك كده احنا تكلمنا على ادارة الجودة هكلمك بقى على الcommunication تاسك اتنين manage communications مدير المشروع بيقضي اكتر من تسعين في المية من وقته في التواصل في communication في التواصل مع مين مع المعنيين سواء internal من داخل الشركة مع المعنيين من خارج الشركة مع الـ مع الـ مع المأولين مع الموردين مع التيم فلازم طلبة اقضي اكتر من تسعين في المية من وقتك في التواصل فلازم يكون عندك communication بلان جيدة والكل يكون عارف بيها وتعمل لها كبان distribute لكل اللي ستيك هولدرز اللي هكونوا متسجلين فيها فنجاح المشروع هيعتمد على التواصل الجيد في المشروع مفيش تواصل جيد هيكون سبب رئيس لفشل المشروع فلازم نعمل communication بلان تواصل يعني ايه يعني communication communication معناها هي نقل معلومات عن طريق اجتماعات ريبورت الى اخره فعشان اعمل communication بلان جيدة لازم الاول اعمل communication requirements analysis كطول وتكنيك بقى محتاج هنا tools وتكنيك عشان خاطر اعمل develop communication plan هعمل بقى او workshop مع المعنيين عشان اعرف communication type بتاعتهم ايه هو انت محتاج كل شخص بكل needs مختلفة للك communication فيه واحد يقول لك انا محتاجت توصل للمعلومات دي عن طريق التليفون واحد يقول لك لا يبعث هيا على الايميل واحد يقول لك لا انا هاعد معك وهاكذا او فلازم نحدد الcommunication types اللي احنا والنيس بتاعت ده كله هيتسجل في communication plan او اعتنسى بقى communication methods فيه طرق كتير جدا او عندنا اسليب للتواصل اهمها طبعا الانتراجتف والبوش والبول افضل طريقة للتواصل هي التواصل التفاعلي الانتراجتف communication تفاعلي يعني ايه تفاعلي يعني زي الفيس توفيس meeting او الفيرشوال meeting التليفون يعني دلوقتي احنا مع بعض دلوقتي برضو في الاجتماع ده او في المحاضرة دي انتراجتف communication ليه عشان فيه اخده وعطه ممكن اتكلم ترد علي نتناقش هي احسن طرق التواصل على الاطلاق في طريقة تانية وهي البوش بوش يعني بتبعت خطاب بتبعت فاكس بتبعت ايميل للمعنيين بول معناها سحب بول معناها ايه معناها ان احنا عندنا عدد كبير من المعنيين عندنا حجم كبير جدا من المعلومات فمش هينفع بقى ان انا اقعد مع كل واحد ولا ابعت لكل واحد احنا احسن حاجة نحط المعلومات دي في مكان وكل واحد يأكسز عليها بطريقة معينة زي مثلا جوجل درايف هنحط معلوماتنا كلها على جوجل درايف طبعا كلهم مهمين كلهم بنستخدمهم لا غناء عنهم ولكن في امور معينة بيكون فيها مثلا الانتر افضل طبعا وحصلنا على communication plan هي اللي بترد على ادوات استفهام كتير قوي زي مثلا بتقول لك احنا هنبعت المعلومات دي لمين هو هنبعت هالو ازاي هاو باي تكنولوجيا باي طريقة هنبعت هالو لي و تمام ايه هي اصلا الانفورميشن دي اللي هنبعت ها هتتبعد باي لغة باي مستوى تفاصيل هي اصلا مطلبات التواصل الخاصة بالمعنيين هي بترد على الو استفهام كتير قوي ايضا communication plan فيها لو فيها عندي مشكلة حصلت مش قادر حلها على مستوى lower stuff level وعايز عمل لها لأي حد لمديري او مين هو الشخص ده فايضا communication plan بتحدد الاسكليشن process وايضا بتقول لي لو عندي confidential information هنبعت ها لمين وهكذا ومين هي مسؤول عن ارسالها وهكذا ده موضوع manage communications ادارتك للمشروع نجاحك في المشروع هيعتمد على التواصل الجيد ويكون في communication plan جيدة واهم منه طبقه لازم الكل يكون مطالع عليها تعمل لها بقى distribute ووزعها على المعنيين task 4 engage stakeholders عشان تنجح في المشروع مش تنجح لوحدك هم اللي ايه محتاج ايه انت شغال وسط بشر وسط ناس وسط معنيين منهم الداعم منهم المقاوم انت اصلا اول ما تتعين في المشروع ك project manager لازم تعرف المعنيين ده من البداية خالص في وقت مبكر قوي من المشروع وانت لسه في مرحلة البدء اصلا لازم تاايدنتفاي الستيك هولدرز وقلنا قبل كده ستين الف مرة او سبعة وستين الف مرة من هما الستيك هولدرز سيك هولدرز هو اي شخص او وجهة حكومية او مؤسسة او عندك مجموعة بيأثروا او بيتأثروا بالمشروع بالاجاب او بالسلب ممكن يكونوا من داخل الشركة او من خارج الشركة فلازم تعرفهم كويس جدا تعمل لهم بقى ستيك هولدر وتععد معاهم تجمع عنهم معلومات تعرف توقعاتهم ايه الاتتيوب بتاعهم ايه الاكسبيكتيشنز بتاعتهم ايه دور كل واحد مسئولياته اسمه ايه التواصل معاك وتسجل كلام ده كله في الستيك هولدر ريجيستر لما تروح بقى للتخطيط تعمل تحط لهم استراتيجية لاشراكهم عندك في المشروع بشكل فعال انت ممكن تلاقي دعمين مقاومين فانت محتاج بقى المقاوم ده تنقله وتخليه داعم هيساعدك عن الكلام ده كله حاجة اسمها مصفوفة تقييم اشراك المعنيين هي عبارة عن ايه انا بسجل كل في المصفوفة وحط بقى الكون لكل واحد والله هو دلوقتي مقاوم انا عايز اعمله ايه عايز اخليه داعم للمشروع ده طب ازاي افيل الجاب ده بتوعب بقى معاه في اجتماعات تعمله تعمله اجتماعات عشان خاطر تخليه اوير بالمشروع ده كويس جدا وصبور للمشروع وهكذا طبعا ده من خلال الاستيك متريكس لان انت يهمك في المشروع الناس كلها يعني اغلب الناس تكون دعمة ليك في المشروع عشان يساعدوك وتشركهم بقى في المشروع بشكل جيد ده كان تاسك الانجاج ستيك خولدرز تمام اشراك المعنيين طبعا تعريف المعنيين بيتم في اي وقت في المشروع في البداية مرحلة البدء التخطيط التنفيذ لان في اي وقت ممكن حد يتعين جديد ممكن الناس يمشي واحد يتغير مستوى السلطة بتاعته فدايما الستيك holder ريجستر updated يعني ايه يعني بيتحدث بشكل مستمر نروح بقى للتاسك المهم قوي 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 واللي بيجع عليه اسئلة كتير قوي 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 في الامتحان الدول وهو تاسك ثلاثة assist and manage risks تقييم وإدارة المخاطر ازاي قدير المخاطر طبعا عشان ندير المخاطر محتاجين نمر على سبع عمليات identify قبل كده risk manage بنتي بلان اعمل خطة على دهت المخاطر identify risks تعريف المخاطر بعد تعريف المخاطر هنروح بقى نعمل تحليل نوعي qualitative analysis وتحليل كمي quantitative analysis بعد كده بقى هنروح نعمل plan risk responses نحط بقى خطة استجابة للمخاطر بعد كده implement risk responses دي و monitor risks تعال بقى اقول لك هنعمل ايه كده واحدة واحدة اول شي لازم يكون عندي plan زي ما قلتلك انت عشان تمنج حاجة اعمل لها خطة خدها قاعدة عندك كده خدها قاعدة كده عندك في حياتك عشان تمنج اي حاجة في الدنيا لازم تعمل لها plan انا هنا عايز manage risks المخاطر اللي عندي في المشروع فلازم اعمل لها خطة وهي risk management plan طب دي هتساعدني في ايه جواه فيها مين هيعمل ايه يعني ادوار ومسؤوليات فيها timing والfunding انا امتى timing معناها بعمل كده سكادو البسيط بحط فيه انا امتى هعرف المخاطر امتى هحللها امتى هعمل الاستجابات هاخدها الكلام ده كل الفاندينج الفاندينج معناها الفاند اللي محتاجه عشان manage risk management activities ايه تاني موجود فيها النمازج الخاصة بسجل المخاطر الى اخره ايضا risk plan فيها strategy لا انا هامشي عليها يعني بحط فيها طريقتي لإدارة المخاطر والله اول حاجة هعرف الخطر بعد كده هحلله بعد كده هعمل خطة استجابة ها implement الاستجابة ها monitor دي طريقتي لإدارة المخاطر بتحط في risk plan فيها كمان الميسيدولوجي بتاعت التولز اللي هستخدمها ايه يجي المخاطر دي وفيها كمان موضوع الاربي اس او طبعا اللي هو risk break down structure والسورس بقى طبعا المخاطر المختلفة طبعا موضوع الاربي اس مهم قوي اللي بيجي عليه سؤال في الامتحان خلي بالك موضوع الريس break down structure بتعرف انواعه انه هو بيدين السورس طبعا المخاطر اللي هي ممكن تكون المخاطر دي مصدرها technical مصدرها management يكون مصدرها external يكون مصدرها organizational يكون مصدرها commercial يعني تعرف الكل الانواع دي لانها مهمة جدا الـ identify risks لازم ابدأ اعرف المخاطر اعمل identify للريس المخاطر اصلا عبارة عني الريس هو اصلا عبارة عني الريس هو حالة شك حاجة لسه حدث لسه ما حصل احتمال يحصل لو حصل هيبقى ليه تأثير ايجابي او سلبي على اهداف المشروع زي الوقت التكلفة النطاق الى اخره طيب ازاي اعرف المخاطر محتاج tools و techniques اساليب ادوات تستخدمها عشان identify risks عايز اعرفها المخاطر دي ممكن يكون ايجابية او سلبية المخاطر الايجابية بيسموها opportunities for us والمخاطر السلبية بيكون اسمها threats او تهديدات طيب برضو نرجع لنفس السؤال ازاي اعرف المخاطر محتاج tools و techniques زي ايه زي brainstorming زي checklist interviews road course analysis assumptions chemistry analysis SWOT analysis prompt list و meetings دي كلها tools مختلفة طبعا كلنا عارفين هالتولجي دي وكيفية استخدامها دي كلها بنستخدمها عشان خاطر نعرف المخاطر طيب بعد ما عرفها احطها فين احطها فين دي احطها في سجل اسمه سجل المخاطر risk register بيحتوي على السجل ده بيحتوي على جميع المخاطر المعرفة جميع identified risks قيمة بالمخاطر المعرفة سواء هي مخاطر ايجابية او مخاطر سلبية عند هذه اللحظة ممكن اكون عارف response plan بتاعي ممكن احطه ايضا في سجل المخاطر لو مش عارفه خلال كده كده في عملية تانية اسمها plan risk response هبدأ امسك كل خطر وعمل خطة بعد ما عرفت المخاطر بروح اعمل لها اي امسك كل خطر بقى واحلله نعمل تحليل نوعي perform qualitative risk analysis يعني لازم نحلل المخاطر تحليل نوعي نوعي يعني ايه يعني بدون ارقام زي مثلا هستخدم تكنيك اسمه probability and impact matrix التكنيك ده هيساعدنا على ايه على تحليل المخاطر تحليل نوعي مش فاهم يعني ايه برضو عايز اوصل لا انت حالتك عايز توصل الخطر ده هيكون تأثير هاي ولا لو ولا مدرت الخطر ده عالي متوسط ضعيف وتسجل كل الحاجات دي في risk register سيجيل المخاطر بكل الكلام ده يبقى انت لحد اللحظة دي عملت ايه حللت المخاطر يعني بنان على الاحتمالية والتأثير البروبيليتي والإمباكت بتاعت الخطر كده انت قدرت تعرف كل خطر عملت ريتينج للمخاطر دي لان انت يهمك تعرف المخاطر الضعيفة هتسجلها في الواتش لست وترقبها باستمرار المخاطر القوية اللي انت عم يحتاج تركز عليها تفوكس عليها اللي هي ده اللي انت يهمك دلوقتي انت عايز تفوكس عليها ده المخاطر العالية طب ايه المخاطر اللي هتحصل قريب محتاج لها ريسبونس سريع وهكذا بعد كده نروح نعمل تحليل كمي بس خلي بالك التحليل الكمي ده ما بيكونش في كل مشروع ما بيتمش في كل مشروع ويتم في المشاريع الكبيرة بس اللي بمليارات لانها عملية مكلفة جدا 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 محتاجة خبراء متخصصين في مجال إدارة المخاطر محتاجة مكلفة جدا وعايزة حد بيقدر يشتغل عليها ولذلك انا ممكن ما عملهاش لو انا مش محتاجها لان مشروعي مش كبير فبعد ما اعمل تحليل نوعي على طول اروح اعمل بلان ريسك ريسبونس طب ايه الفرق بين التحليل النوعي والكمي مدرد بس انما التحليل الكمي هو تحليل عددي او رقمي بيتكلم دايما بلغة الارقام يعني ممكن استخدم تكنيك مثلا اسمه منتكر له اعمل سيموليشن يعني استخدم تكنيك اسمه منتكر له عبارة عن كمبيوتر سوفتوير بدخله بعض الانبوت تمام بعض ويبقى يعمل ألاف المرات ويقول تفضل الاول بوت بتاعك انت عندك احتمالية 67% انك تنهي المشروع ده يوم واحد مارس وعندك احتمالية مثلا 67% ان انت تخلص المشروع ده بتكلفة مثلا مليار دولار وهكذا بيتكلم بلغة الارقام وايضا العملية مفيدة في حسابات الكنتنجينسي ريزير بنستخدم بقى حاجة اسمها الاكسبيكتد مونتري فاليو وهكذا في حسابات الكنتنجينسي ريزير سواء اللي هو time او الكوست وهكذا ده كان بالنسبة ل الكونتاتي ريسك اناليسي او عتنسى التكنيك المشهورة او في العملية اللي هو تورنيدو دي جرام السنستيفي اناليسي تكنيك مهم في العملية دي التورنيدو اللي هو بيقدر يقولك اكبر خطر ممكن يقصر عن المشروع عن طريق البرد شارت طيب بعد ما عرفت وحللت المخاطر محتاجة اروح اعمل لها ريسبونس ريسبونس يعني استجابة بعمل استجابة للمخاطر دي يعني لما تحصل هتعامل معها ازاي لازم اكون برو اكتف اكون مستعد للمخاطر دي واحنا قولنا ان المخاطر ممكن تكون سلبية تهديدات وممكن تكون ايجابية فعندنا خمس طرق للتعامل مع نيجاديف ريشك وخمس طرق للتعامل مع البوزيتيف ريسك ايه هما الخمس طرق دول اول حاجة هكلمك على نيجاديف ريسك المخاطر السلبية التهديدات تمام او هتعامل معها ازاي بخمس طرق اسكليت تصعيد افوية تجنب ترانسفير نا لم تجيب تكفيف اكسبت كبول اسكليت يعني كبول يعني تصعيد ده بالزبط لما انت بس انت تكون مدير مشروع مشروعك ضمن بروجرام مثلا ضمن عشر برام او انت مشروعك ضمن مثلا برنامج احنا عارفين ان البروجرام هو مجموعة من مشاريع المتعلقة ببعضها ففيه عندك ريسك هيقصر على المشريع الاخرى المتعلقة بيك ريسك هيقصر على برنامج كله ومنافع البرنامج ده بقى الريسك ده تساعده للبروجرام مانجر هو اللي يديره هيدار على ليفل البروجرام او حتى البرتفوليو ليفل ده لما يكون عندك خطر اوتوفسكوب خالي نطاق الايه المشروع بتاعك ويه اعلى من صلاحياتك بسيد بروجيكت مانجر سورتي افويد معناها تجنب تجنب يعني اليمنية الخطر انت عايز تحزفه من عندك اصلا عايز تأفويد الخطر ده عن طريق مثلا ايه اغلاق المشروع ده ممكن يكون طريقة ممكن عن طريق حزف من الاسكوب ريديوس الاسكوب مثلا اغير في الاستراتيجي اغير في الجدول الزامني ده كله افويد انا عايز احزف الخطر تماما اعمل له او نقل انقل الخطر على سير دي بارتي مثلا او اعمل هنعمل تأمين انا مش هتحمل الخطر او متجيت يعني تخفيف انا مش قادر امنع ولا نقل بس ممكن اخفف اعمل متجيت اعمل تخفيف الخطر ده تمام اقلل من الاحتمالية والتأثير عن طريق مثلا اجيب جنريتور عندي في المشروع مثلا عشان خاطر لو الكهرباء فصلت يبقى عندي واحد بديل انا كده ما منعت اشانا كده قللت قللت الخطر اللي عندي لو فيه عندي موظف هيمشي او واحد مهم هيمشي محتاج هعمل ايه لما يمشي يروح اجازة انا مش قادر امع خطر بسه ممكن ايب واحد مكانه يشتغل في وقت اجازته ده تخفيف الخطر او الاكسيبت الاكسيبت هي قبول الخطر وطبعا الاكسيبتنس يتناسب مع المخاطر الضعيفة او الاكسيبت بتنقسم الانوعين اكتيف اكسيبتنس و باسيف من يعني بحاجة شوية شوية فلوس عشان اهندل الخطر ده لما يحصل طيب النوع التاني هو الباسيف اكسيبتنس الباسيف يعني مش بعمل حاجة حرفيا يعني ايه يعني براقب الخطر بس بس اجيله في سجيل المخاطر في الواتش لست واتابعه كده من وقت التاني عشان اتأكد ان الحالته لسه ضعيفة ولسه ما تغيرتش بحيث لو تغيرت بعد كده بتعامل معها بشكل افضل نفس الخامسة موجودين البوزيتيف ريسكس عندنا خمس طرق برضو اسكليت برضو لو الفرصة دي الفرصة دي او او محتاجة ان انا استغلها 100% دي فرصة ما تتعودش لازم استغلها يعني هعمل المستحيل عشان خاطر انشور الفرصة دي او الopportunity دي بستخدم بقى بضيف عمال يعني عمال زيادة بستخدم احدث التكنولوجيا والموارد وهكذا او انهانس انهانس يعني انت انهانس الفرصة انت عايز تزود من الاحتمالية والتأثير ت ت تحاول تاخد منها حتة انما انت مش تاخدها كلها فرصة عايز تاخدها كلها شير في الخير دايما شير في الخير شارك في الخير انا مش قادر استغل الفرصة الوحدي طيب ممكن اعمل شراقة بارتنرشيب جوين فانشير مع سيردي بارتي انا وانت نستفيد منها انا حتة وانت حتة الاكسبت الاكسبت معناها ايضا كبول انا كده عملت دا كله كان بيحصل وانا بخطط لسه للمشروع وانا بنفذ بقى ابدأ اعمل implement risk response ابدأ ان انا انفذ خطط الاستجابة هي دي العملية implement risk response اخذ actions بقى لانا كنت مخططها وليزم بشكل مستمر اعمل monitor risks اشوف بقى وقت وانا بنفذ هل response اللي انا طبقته ده هل كان محتاج برضو اعمل اجتماعات مع التين بتاعي بشكل مستمر نشوف المخاطر اللي هي حصلت عملنا فيها ايه ال actions اللي عمل لها وكانت فعالة ولا لا responses avoid ومتيجيت والtransfer وهكذا ده كله كان effective ولا مش effective محتاج نعدل ونغير وهكذا audit عايزين نتأكد ان risk management activities فعالة بشكل كويس ال process الخاصة بإضافة المخاطر والreserve analysis تحليل الاحتياطي بقارن بقى ال contingency reserve remaining بالrisk remaining للتأكد ان reserve adequate يعني كافي للتعامل مع remaining risks وده كله طبعا لازم اسجله في risk register احنا كده لحد اللحظة دي عملنا ايه عملنا ادارة للمخاطر عن طريق ان انا عملت خطة وعرفت المخاطر وحللتها تحليل نوعي وتحليل كامي وعملتي plan risk response وعملتي implemental response وmonitor للريسك وخلي بقى لك بقى مدير المشروع الشاطر هو اللي لازم يعرف ازاي دير المخاطر اغلب فشل المشاريع بنسبة كبيرة جدا بتكون بسبب عدم ادارتك للمخاطر عدم تحليلك للمخاطر وتحليلها وعمل استجابات مش عيب ان انا استعين بإكسبرت يساعدني او مدير مشروع في مشروع اخر او اي حد من التيم اي حد بيفهم في المخاطر ممكن ما يكونش بفهم فيها مية في المية فممكن استعين بخبرة استعين باي حد يساعدنا على الكلام ده كله تمام فده مهم خلي بالك برضو موضوع المخاطر موضوع المهمة لازم تبقى حديث بينك وبين التيم في الاجتماعات الدورية اللي بتتم بينك وبين فريقك لازم ايضا بشكل دوري تشوفوا عملتوا ايه في المخاطر المعرفة طب المخاطر الهاي اتعمل فيها ايه وهي حصلت ما حصلتش لسه متابعة دورية لموضوع المخاطر هنروح بعد كده لتسك 11 وهو بعنوان plan and manage procurement تخطيط وادارة المشتريات طبعا عشان manage المشتريات لازم نعمل ميك أور باي اماليسز procurement plan conduct procurement وي control procurement المشتريات اكيد اي مشروع في الدنيا ممكن ان هو يحتاج الى مشتريات تحتاج الى مقاول مثلا يجي ياخد بعض الاعمال في المشروع بتاعك طب هياخدها ازاي مش لازم يكون عن طريق عقد اتفاقية معينة الكلام ده هيتعمل ازاي في البداية قبل اي شيء لازم نعمل make or buy analysis تحليل التصنيع ام الشراء انا هشتغل بنفسي بالعمال بتوعي ولا هجيب حد من برا ده كله بناء على بعض factors العوامل اللي ممكن تأثر على القرار بتاعي make or buy لو عندي مخاطر عالية ممكن اعمل transfer the risk ده على سير دي بارتي زي توفر الموارد والexperience هل انا عندي المواهب عند الخبرات عندي العمالة resources الكافية المعدات لتنفيذ لتنفيذ الاعمال ولا ما عنديش عندي هشتغل ما عنديش جيب حد يشتغل من برا تمام دي كلها factors والtime والcost والquality المقاول اللي برا ده اللي هيجي لو هيخلص للشغلانة دي في وقت اقل تكلفة اقل بجودة عالية ما هو احسن اخليه اشتغل احسن والذلك انا كده اخدت القرار بنان على factors او عوامل مهمة make or buy decision كده اخدت بقى قرار make ولا buy فابدأ بقى في موضوع التخطيط طبعا ده كله بيتم وانا لسه بخطط للمشتريات procurement planning لذلك ابدأ اعمل procurement plan خطة تقول لي ازاي ان انا همانج المشتريات في المشروع ولازم نعمل procurement statement of fork لازم بقى ابدأ احدد الكميات والمواصفات الجودة عشان خاطر ال potential vendors يقدروا ان هما يحددوا هل يقدروا ان هما يشتغلوا ولا لا ده طبعا بيكون كجزء من ال scope baseline ولازم ايضا واحنا شغالين في التخطيط للمشتريات نحدد معايير الاختيار source election criteria لما اجي اختار vendor معين او seller معين هاختار بنان على خلقية لازم نحدد المعايير من دلوقتي بناء نبقى على الخبرة بتاعته الجدول الزامني الوقت ال reference بتاعتهم يعني بنحط قيمة كده كبيرة بنسليكسي بيها ايضا في هذه العملية في التخطيط للمشتريات لازم نحدد contract type contract types احنا عندنا احنا عندنا three types هو fixed price contract cost imperishable contract time and material contract هو للمشاريع الواضحة اللي فيها fixed requirements السكوب بتاعي واضح الوقت واضح التكلفة واضحة الامور كلها واضحة المخاطر قليلة جدا هنا فأغلب المشاريع الحكومية بتمشي بالطريقة دي fixed price contract فيه بقى انواع منه زي fixed price fixed price incentive fee fixed price with economic price adjustment ايضا فيه cost imperishable contract يتناسب مع المشاريع اللي هي فيها مخاطر عالية فيها غموط كبير للcomplex projects فهو اسمه عقد الفطورة عود الاسترداد التكلفة فيه cost plus fixed fee اتفق معاك على نسبة ثابتة او cost plus incentive fee نتفق مع بعض على فورمولة معينة نمشي بيها وناخد بيها الفيز بتاعتنا او cost plus award fee تاخد مكافئتك بناء على customer satisfaction هنا التقييم بيكون طبعا subjective time and material contract هو hybrid contract ما بين fixed price والcostal imperishable يتناسب مع العقود اللي هاتيمشي بيكون محدد لها ريت معين او عقود الاستشارات مثلا انت محتاج خبير مثلا هيشتغل عندك بالساعة باليوم بالاسبوع هتحدد مع ريت معين ده يتناسب مع المشاريع دي time and material contract طبعا الريسك في الفيكس برايس بيكون اعلى على السيلر واقل على البيار الcostal imperishable الريسك بيكون اعلى على البيار واقل على السيلر الريسك في time and material distributed ما بين البيار والسيلر بعد ما خططنا للمشتريات هنروح بقى نعمل conduct البركيورمنت عن طريق بقى هنعمل اجتماع اسمه بيدر conference ممثل المالك هيقعد مع البروزبكتيف في اجتماع عشان خاطر يرد على استفساراتهم وكل اسئلتهم اللي غرض من هذا الاجتماع هو بيتم قبل ما السيلر يقدموا العروض بتاعتهم بشكل رسمي ممكن يكون عندهم اسئلة استفسارات عندهم بعض اسئلة عن term conditions فيتم الرد على جميع اسئلتهم وتوضحها بحيس الناس كلها يكون عندها فهم واضح بالمشتريات بعد كده بيكون السيلر بيقدموا العروض بتاعتهم بتغضى عليه تقييم فبيتم عمل بطريقة معينة عشان خاطر بقى نطبق المعايير source selection criteria ونسلكت سيلر هيتم بقى هنا اختيار احد الباعين وبعد كده يتم التفاوض معاه وتوقيع العقود بقى او الكونتراكت طبعا الكونتراكت هو احد صور الاغريمنت الاغريمنت ممكن تكون verbal اجريمنت وكونتراكت دلوقتي تم توقيع الكونتراكت مع السيلر بقى فيه اتفقية دلوقتي ما بين البيار والسيلر طبعا التفاوية او الكونتراكت بيكون فيه كل حاج شروط المصفات الجزاءات الغرامات المكافئات الجدول الزامني نطاق العمل المعتمد طرق التغيير طرق حل المشاكل او بند الفسخ طبعا التربينيشان ده كله اللازم يكون موجود في الكونتراكت طب لو عندنا اجايل بيمشي بأي نوع من أنواع العقود لو مشروع اجايل أي نوع عادي بياخد أي نوع Fixed Price Time and Material أي أن كان بس في الغالب هما بيمشوا بطريقة Time and Material Contract بس طبعا عقود الأجايل لازم يعني يكون فيها روح أجايل يعني لازم تتمتع بمرونة يتحط فيها بنود يتحط في بند اللي يلزم اشراك العام بشكل مستمر عشان خاطر ناخد الفيدباك الـ Control Procurement طالما عندي عقد طالما عندي خطة لازم يكون فيه Control Control بقى على المشتريات دي بتحصل بقى بشكل دوري أثناء التنفيذ هل المقاول بيشتغل زي العقد طبقا للموصفات والمعايير المعتمدة طبقا للجدول الزمني ولا شغال مع نفسه فلازم يتم عمل Inspection الباير بيعمل Inspection على Seller Work الأعمال بتاعته يتأكد أن هي مطابقة للContract ولا لأ موصفاته ولا لأ وأيضا بيتم عمل قدر بشكل مستمر للتأكد من ايه من فعالية بقى الProcurement Process من نجاحها أو فشلها طب لو في مشكلة حصلت ما بين الباير والSeller هتتحل ازاي ازاي نهندل Distributes Distributes لو في عندي كليم هيعملوا ايه عشان يحلوا الخلاف ده حصلت مشكلة بين الباير والSeller الطرف الأول والطرف الثاني قال لك أن أهم خطوة وأحسن خطوة والطريقة المفضلة يحلوا مشاكلهم عن طريق التفاوض أو Negotiation يعودوا مع بعض كده ويتفهموا بالراحة أحيانا يفشل تفاوض فبنروح لحاجة اسمها ADR اللي هي Mediation والArbitration الوساطة أو التحكيم دخل وسيط أو جهة أو جهة التحكيم معتمدة تحل المشكلة ممكن تفشل أيضا هيكون آخر حل وهو الوليتيجيشن بقى الذهاب إلى المحاكم بقى الكورتس دي آخر خطوة بس أهم خطوة هي تفاوض بالراحة يعني نكلم مع بعض بالراحة قبل بنصعد أيضا الـ Control Procurements بيتم فيها عمل إغلاق لمشتريات Closing لبروكورمانس في أي وقت إحنا قلنا أنه فيه فرق بين إغلاق مشروع وإغلاق عقد إغلاق العقد تم في أي وقت المشروع إغلاق المشروع بيتم في الآخر بس مرة واحدة في النهاية فأنا لو كان عندي خمسين مقاول ممكن نقفل معاهم في أثناء الـ Project Life Cycle وتوصيق بقى الدروس المشتفاد بس ما قدرش يعمل Closing لبروكورمانس إلى لما يتم بقى إغلاق مالي وكل واحد ياخد فلوسه وحقه ونشيق بقى على موضوع المشتخلصات وكل واحد أخذ نصيبه وكل شيء واتأكد بقى أن السيلر سلم كل واخذ وكل شيء يكون تمام بعد كان نقفل المشتريات نعمل Closing لبروكورمانس كده احنا تكلمنا وانتهينا من موضوع Task 11 Plan and Manage Procurement الوقت يبقى هنعمل Integration تكامل لكل plans اللي احنا طلعناها ده بيتم بقى في نهاية منحلة التخطيط لازم كل الخطط اللي انت طلعتها تعمل لها Integration Task 9 Integrate Project Planning Activities عايزنا نحصل على Project Management Plan الخطة اللي هتقول لي ازاي هنفذ المشروع ازاي يعمل مرابع وتحكم على اعمال المشروع ازاي يقفل المشروع طب انا هعمل تكامل لإيه لل Subsidary Plans كل اللي احنا هصلنا عليها هنكملها ونطلع بال Project Management هندمجهم في خطة واحدة ال Scope Plan Requirement Plan Schedule Plan جود في ال Project Management Plan ويتم طبعا اعتمادها طبعا ويتم بقى اعتمادها من ال Case Stick Holders اللي بد مرحلة التنفيذ احنا كده عملنا Integration تمام تكامل تكامل لكل ونحطهم في خطة واحدة اسمها Project Management Plan طبعا تفاصيل الخطة بيختلف مشروع لتاني لو مشروع كبير اكيد تفاصيله اكتر لو مشروع سغير اكيد بتكون تفاصيله اقل فهي مش سبتة بتعتمد على درجة التأقيد المشروع كده احنا عملنا ايه عملنا Integration وحصلنا على Project Management Plan الخطة اللي انا هدير بيها المشروع بتاعي كده احنا انتهينا من يعني Planning نبدأ ننفذ الاعمال في المشروع مشان كده فيه عندنا هنا تاسك في تنفيذ اسمه Execute Project to deliver business value تاسك واحد تنفيذ المشروع للحصول على Business Value طبعا ده بيحتوي على بعض Enablers زي مثلا Assess Opportunities to deliver Value Incrementally فيه بس حاجة عايز اقولها دلوقتي احنا بننفذ للمشاريع هل الفايدة من المشروع انهيه في الوقت والتكلفة هل ده الفايدة الحقيقة من المشروع لا طبعا ده اهداف مشروع بس مش ده Value او الفايدة من المشروع هو المشروع تعمل عشان خاطر يطلع Business Value قيمة من المشروع ال Business Value يا شباب هي بتنقسم الى نوعين ممكن تكون Tangible Elements او Intangible Elements Tangible Elements اللي هي شيء مدي ملموس Financial زي مثلا Revenue عائد عائد فلوس مكسب ال Intangible Elements ده شيء غير مدي زي مثلا رضا العميل زي مثلا سمعة جيدة New Customers Brand Recognition Goodwill Public Benefit و Trade Marks وهكذا طيب احنا هنطلع ال Business Value دي كلها في نهاية المشروع ولا احيانا في بعض المشروع بتبقى بشكل مستمر حسب نوع المشروع لو مشروع مثلا Conestruction Project هقولك ان احنا ممكن بشكل كبير جدا ال Value بتاعته بتطلع بعد ما انتهي زي مثلا احنا مثلا بنعمل Metro المترو ده مش هنستفيد منه اللي لما يخلص ويبدأ يفكل الزحمة وكصص دي بنعمل كوبري مثلا مش Value بتاعت الكوبري مش تطلع لما انخلط الكوبري ونسلم الكوبري ويتفتح الكوبري والناس تمشي فتعود Value فده نوع مشروع الاجائي اللي اقولك لا رضا العميل مش هيجي اللي عن طريق التسليم مبكر والمستمر تسليم مبكر ومستمر يكون لي Value فهنا بتكون Incrementally تسليم ال Value هنا والانتفاع من ال Product بيكون بشكل مستمر تمام بيكون سروق Out The Project وطبعا الاجائي بيدعم بقى موضوع Minimum Viable Product يعني مش لازم تطلع منتج فيه كل Options أسنان مشروع أو كل Features ممكن اطلع أقل منتج بس قابل للتنفيذ وهكذا طبعا ده بالنسبة ل Execute Project to deliver Business Value افتكر دايما ان احنا بننفذ المشروع للحصول على Business Value وال Value متكون Tangible أو Intangible ممكن ان احنا نحصل عليها بشكل مبكر ومستمر أو تكون في النهاية بس لازم يكون في Value من المشروع بتختلف المشروع للتاني أثناء التنفيذ بننج الProject Changes ما فيش مشروع يا شباب بياخلوا بين التغييرات بشكل كبير هيحصل تغيير في المشروع فلابد من وجود عملية تضبط هذه التغييرات ده بيكون في المشاريع التقليدية هي اللي فيها الكلام ده التغيير اللي طبعا في Agile بيكون Welcome to Change في Flexibility ومرونة في التغيير لأصل المشروع مبني على التغيير في المشروع التقليدية لا ده الأصل المشروع واضح فأي تغيير هيتعامل هيكون مش بالسهول اللي انت بتخيلها عشان كده لازم يكون عندنا Change Management Plan أي شيء عشان أديره لازم له خطة زي ما كان في خطة للScope والQuality والCommunication والRisk إلى آخره أيضا لازم يكون عندي خطة أدير بيها التغييرات اللي بتحصل في المشروع تقول لي How to manage Project Changes توضح لي الأدوار والمسؤوليات للCCP تقول لي كل واحد من دول ضرق مسؤوليات وإيه فلابد من اتباع System Change Control System System يعني Forms نمازك Approval Levels Process أمشي عليها لي To manage التشينجز دي طيب لو في تغيير معين إيه خطواته أمشي بناء على إيه فيه Steps عندنا يعني هكلمك إيه على Change Control Strategy أو Change Request Steps لما يطلب تغيير أي حد يطلب تغيير هعمل إيه أول حاجة Change Identification تعرف التغيير ده تعود مع الشخص اللي طالب التغيير أو المعني اللي طالب التغيير ده تعود معاه وتفهم التغيير منه بعد كده تبدأ توصاك Change Documentation هتعمل Impact Analysis وتشوف إيه هو أصل التغيير ده على Project Constraints على الجدول الزمني التغيير ده هيأثر إزاي على التكلفة على الجودة على resources المخاطر اللي هتيجي من التغيير ده بعد كده بيتم إرسال التغيير ده لهو بقى التغيير كبير بتبعاته بقى لCCP change control board بيعودوا مع بعض اللجنة دي بتعود طبعا أهم ويعودوا فيهم هو لسبونسور عشان عشان ياخدوا الaction course of action سواء بقى قبول التغيير أو رافض التغيير خصوصا في التغييرات الكبيرة يعني خصوصا هم مهمين في التغييرات الكبيرة اللي أعلى من صلاحياتك مثلا تغيير على الجدول الزمني تغيير على انطاق المشروع تغيير على تكلفة المشروع لازم الناس دي تاخد القرار مش انت خالص تبدأ بقى انت تأبضيت البلانز والبازلاينز سأل بقى لك الافكتد بس الروليتد بلانز بس يعني اللي تأثر بس بالتغيير هو ده اللي انت تعمله ابضيت ده اللي انت تحدسه بعد كده بقى هتكومنيكيت الشينج ده الستيك هولدرز وأخيرا تيمبليمينت change request أو الابروف من خلال الteam members ده كان بالنسبة لhow to manage project changes لازم يبقى عندك change plan ولجنة تقبل أو ترفط التغييرات دي ويكون عندك strategy طريقة خطوات تيمشي عليها طبعا لإدارة التغيير ده اوعى تنسى ان فيه هنا فيه حاجة اسمها change log سجل التغيير ده بيتحط فيه قرار السي سي بي سواء قبول أو رفض التغيير لازم يتحط في change log ايضا والامور المهمة اللي بتتم ايضا على مدار المشروع واثناء تنفيذ المشروع create and manage project artifacts task رقم 12 ما هو الارتفاكس الارتفاكس هي معناها بالعربي نتاجات المشروع عايز اقول لك اللي هي مستندات المشروع هي عبارة عن اي document اي plan بيتم استخدامها to manage the project لإدارة المشروع هي باي خطة اي document اي plan دي كلهم تحت مسمى الارتفاكس زي مثلا زي risk register ال stick holder register ال issue log ال charter عندك project management plan بكل محتوياتها product backlog sprint backlog road map كل اللي عبر عن ايضا لازم يكون عندي طريقة لإدارة هذه المشتندات او الوثائق او النتاجات ايا كانت اسمها بالعربي project ايضا لازم يكون عن طريقة جيدة لتخزينها storage وتوزعها distribute الارتفاكس دي حسب حجم المشروع لو عندي مشروع صغير ممكن اجيب file boxes واخزن فيها project artifacts لو عندي مشروع كبير الناس اصلا مش موجودين مع بعض physically موجودين virtually في اماكن مختلفة فلازم نشوف طريقة لتخزين المعلومات وادارتها ممكن مثلا عن طريق software معين او google drive ايا كان يعني ولازم اتحكم في الversion طبع documents و plans بطريقة جيدة نقول لي مثلا تغيير يتم على مستند معين او على خطة معين لازم يكون لفيرجا معين طريقة معينة لتخزينه توزيعه في وقت معين يتكتب في وقت في فورمات معينة او تمبلت معينة يكون عندي طريقة جيدة للتحكم في الارتفاكس تمام ده كان بالنسبة لcreate and manage project artifacts تسك يعني بسيط وصغير مفيش مشروع في الدنيا بيخلو من المشاكل فلازم يكون عندي طريقة لإدارة المشاكل تسك بقى خمستاشر manage project issues إدارة مشاكل المشروع هو ايه الفرق أصلا بين الريسك والإشيو تعال أقول لك الريسك بيركز على الفيوتشر إنما الاشيوز بتركز على البرزنت الريسك حدث لسه ما حصلش فيه احتمالية إنه يحصل إنما الريسك حدث حصل بالفعل ولكن حدث سلبي الريسك ممكن يكون إيجابي أو سلبي فرصة أو تهديد الريسك دائما سلبي الريسك زي ما أقول لك كده احتمال يتأخر المشروع الريسك يتأخر المشروع بالفعل الريسك بتعامل معها بإيه بريسبونسز زي إيه زي مثلا الافويد الاسكليت الماتيجيشن الشير الاخسبت الافويد إنما الاشيو بعمل معها إيه باخد ووركار راوند ووركار راوند يعني اكشن أو إجراء لحل هذه المشكلة الريسك بتتسجل في سجل اسمه سجل المخاطر الريسك ريجستر الاشيو بتتحط في حاجة اسمها الاشيولوك سجل المشاكل بعض الإرشادات لحل المشاكل أول حاجة لازم يكون عندك اسيولوك create الاشيولوك أول شي تدور عليه في الشركة ممكن يكون من ضمن الاشتس موجود بالفعل مش موجود إنت أعمله اعمل اسيولوك أول ما تحصل المشكلة معينة أول خطوة تسجلها في الاشيولوك enter the issue into the ischelog وهي تعين عليها owner issue owner يعني شخص هيكون مسؤول عن حل هذه المشكلة وتسجل كمان do you date يعني وقت أو target date وقت لحل المشكلة وقت فعلي realistic date ما ينفعش نسيبها مفتوحة لمشكلة هنقول هنحلها ان شاء الله بعد مثلا اسبوع اسبوعين عشر طيام وهكذا ولازم نمونتر البروجرس طبع المشكلة ولازم تتناقش في المشكلة بشكل دوري في اجتماعاتك بينك وبين التيم بتاعك develop response also known to the issue لازم عشان تتحلي المشكلة لازم يبقى لها work around يعني اجراء تاخده تمام وبشكل دوري لازم تأسس ال impact بتاع response ده تقعد مع الناس وتتناقش معهم حصل ايه في المشكلة اتحلت ما تحلتش ما تحلتش ليه وهكذا لحد بن close الايه ال issue دي بشكل كده بسيط هتسجل المشكلة في ال issue هتحط لها owner وقت وقت فعلي ممكن كمان تزود عليها مثلا ال issue priority مشكلة high low تحط اي comment وهكذا ده بالنسبة لل issues ازاي ندير ال issues طيب عشان بقى ن close المشروع الوقت احنا وصلنا بقى لمرحلة ان احنا خلاص خلصنا جميع اعمال المشروع لازم اي شيء ليه بداية يكون لي نهاية من خصائص المشروع ان هو يكون لي ايه start date و finish date بداية ونهاية ماينفعش يفضل شغال طول عمر اللي بيفضل شغال بشكل مستمر ما بتقفلش هو ال operation العملية نعم المشروع لازم يتقفل هنا هكلمك على تسكين task 16 و task 17 task 16 ensure knowledge transfer هنا هكلمك طبعا احنا عندنا نوعين من النوليج فيه عندنا task knowledge و explicit knowledge معرفة صريحة ومعرفة ضمنية ما هي المعرفة ممكن تكون دروس مستفادة lessons learned من المشروع المفروض وانت شغال على مدار المشروع بتوسق الدروس المستفادة في سجل اسمه lessons learned register دروس مستفادة للمشروع الحالي عشان في نهاية المشروع تنقلها توديها للمستودع الدروس المستفادة تبتع الشركة اللي فيه دروس مستفادة من جميع مشاريع الشرك ده الفرق بينهم السجل ده بتاع مشروعك انت المستودع ده المخزن ده بتاع الشركة ففي نهاية المشروع بتنقل الدروس دي تحطا هنا طب ايه اصلا الدروس المستفادة دي ممكن تكون دروس مستفادة طلعة من ادارتك للجدول الزمني انت مثلا اتأخرت في الجدول الزمني اخدت اكشن معين رجعت تاني الخطط بقيت ماشي مع البلان بقى شيء جيد ده درس مستفاد اكتبه ووصقه دروس مستفادة من طلعة من ادارتك للفندور الموجودين كان عندك فندور جيد او مورد جيد سجلها انه كان كويس لو عندك كان فندور او مقاول سيء بتأخر وبينفز وحش سجلها ايضا ده 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 اصلا مش تعاون مع تاني دروس مستفادة النتجة عن ادارتك للخلافات والصداعات اللي بتتمي في المشروع ايا كان اي اسبكت موجود تحط ها سجلها في لكي يتم الاستفادة منها في مش مش بس في حتى ممكن في المشروع ده يعني طرق نقل المعرفة المعرفة يعني ممكن تكون عن طريق تدريب انك تدرب الناس او مثلا البي مقول عندك يدرب الناس يعرفوا معاني البروجيت مانجمينت يدرب التيم ودير المشروع ده بينقل لهم معرفة عن طريق ترينينج يدوهم كورس معين ميتنج او ووركشوب او سيمنار معين ده اسمه برضو نقل المعرفة فلازم بشكل مستمر ننقل المعرفة على مدار المشروع بأي طريقة كانت ده كله بيدعم ايه بيدعم تحسين المستمر بيدعم ايضا الشركة وهكذا بعد اعمال ممكن والله كورايترية ممكن يتقفل عندها المشروع فعشان نقفل المشروع لازم يتقفل بشكل كامل اغلاق مالي اغلاق اداري من حيث الفاينانشيال تقفل معادش حد محتاج حاجة تقفل كل العقود اللي عندك والpayments تمام ايضا موضوع مهم جدا موضوع الترانزيشن بلان يعني لازم يكون عام بخطة لنقل المشروع ويتنقل المشروع من مرحلة البروجيكت مانجمينت الى مرحلة الابريشن الانتقال الجيد للمشروع ده هيحسب منافع المشروع الانتقال السيء للمشروع ممكن يأثر على الفاليو بتاعت المشروع نفسه فلازم تقيم مدى استعدادك يوريدنس انت واللي هيستلم المنتج ده وينتقل المنتج من مرحلة البروجيكت مانجمينت الى مرحلة التشغيل والصيانة او الابريشن وطبعا ده بقى هيتم من خلال عمل مثلا ترينينج لجامعة التشغيل والصيانة تسليمهم بعض اللي هيتم نفيدوا منها في التشغيل وهكذا ايضا موضوع نقل الدرس المستفادة من الليسونز ليرند رجيستر الى الليسونز ليرند ريبوزيتوري لكي يتم الاستفادة منها في الفيوتشار بروجيكت مشريعة المستقبلية ايضا الهدف من الاغلاق المشروع هو ترليز زا بروجيكت ريسورسيس تسرح بقى العمال اللي عندك المعدات الماتيريالز لكله تخلص منه وهكذا طبعا بيتم بقى عمل اجتماع لإغلاق المشروع اللي مراجعة بقى المشروع والدرس المستفادة ويمكن يبقى فورمل والاجائل برضو عندهم اجتماع ممكن يتم عمل ريتروسبيكتيف ميتينج بيتم نهاية كل سبرينت او كمان في نهاية المشروع طبعا ايضا لموضوع ده كان عبارة عن تاسك سبعتاشر طيب احنا كده انتهينا من كم تاسك احنا كده انتهينا من سبعتاشر تاسك كانوا موجودين في دومين بروسس هو الدومين رقم اثنين اطول دومين عندنا في المنهج شرحناهم في وقت قليل انا عايز اقولك ندول كلهم تشرحوا في الكورس التفصيلي في اكتر من عشرين ساعة في اكتر من ست محاضرات اعتقد كده بالطريقة دي احنا لخصناه ربطنا العملية والموضوع طلع بسيط ده سهل فعلا مفوش اي مشكلة طيب بشكل كده سريع تعال اعملك ملخص لكل اللي احنا اتكلمنا عليه النهاردة فاقل من خمس دقايق فقط حلخص لك السبعتاشر تاسك فاقل من خمس دقايق اول تاسك عندنا كان لازم في البداية نحدد منهجية المشهور احنا نمشي عليها سواء كانت بقى او اجايل او هايبرد بعد كده هنروح نوضع حوكمة للمشروع بتاعنا وبعد كده هنبدأ نخطط بالتفصيل للمشروع بتاعنا ونعمل الاسكوب ونكليكت الريكويرمنس بالطولز والتكنيكس المختلفة وندفاين الاسكوب ونطلع الاسكوب ونطلع وبعد كده نعمل كريت للWBS ونحصل على الخط المرجعي لنطاق المشروع بعد كده بعد ما بقى عندي خلاص دلوقتي اسكوب أبدأ بقى أننا أخطط برضو للجدول الزمني ده يكون من خلال بقى تاسكة 6 plan and manage schedule هنعمل بقى schedule management plan بعد كده هندفاين بقى الactivities ونطلع الactivities والmiley stone list ونخدهم بعد كده بقى نرتبهم في عملية sequence activities ونطلع بالschedual network diagram وبعد كده نمسك كل activity نعمله تقدير estimation بي tools والتكنيكس اللي احنا عارفينها الانالوج estimation البرامترك الـ 3 point الـ bottom up estimation وبعد كده بقى هنعمل developing schedule ونطلع الschedual baseline الخط المرجعي للجدول الزمني وهو ده الخط الأساس اللي مش هيتغير أبدا بعد كده إلا عن طريق طلب تغيير رسمي بعد كده أيضا أثناء التخطيط للمشروع بنعمل برضو الـ cost management plan لازم نخطط أيضا الـ scope الـ cost هنعمل بقى الـ cost management plan وأيضا نعمل بقى estimation أيضا للـ activities بالتولز والتكنيكس المختلفة وبعد كده بقى نترمن الـ budget ونطلع الـ cost baseline الخط المرجعي للتكلفة لحد اللحظة دي بقى عندي scope baseline schedule baseline وcost baseline التلاتة baseline اللي عندي في المشروع وأيضا أثناء التخطيط للمشروع بخطط أيضا للجودة وبعمل بقى quality management plan اللي فيها بقى المعايير والمواصفات اللي احنا هنمشى عليها في المشروع وهكذا ده كله أيضا بيتم فيه مرحلة التخطيط للمشروع وأيضا أثناء planning برضو بنعمل communications management plan الخطة بقى اللي بتقول لي إزاي هنبعث المعلومات للمعنيين وإمتى وإزاي ولي وكم مرة وهكذا وأيضا أثناء التخطيط للمشروع بنعمل stakeholder engagement plan عشان بقى نتأكد يعني نعمل خطة وستراتيجي جيدة لإشراك المعنيين في المشروع بشكل جيد وكذب ضعبهم أيضا أثناء التخطيط للمشروع بنعمل بقى خطة لإدارة المخاطر risk management plan ونعرف المخاطر ونحطها في سجل المخاطر وأيضا نعمل تحليل نوعي وكمل المخاطر ونعمل plan risk responses وطبعا ده كله بيتحط في سجل المخاطر أيضا أثناء التخطيط للمشروع بنعمل procurement management plan بنخطط أيضا للمشتريات ده موضوع مهم جدا وفي الآخر بعد ما يتم الحصول على كل plans الفرعية هنعمل تكامل integration ونكامل كل بلانز دي والبازلاينز في خطة واحدة ندير بها المشروع وهي project management plan الخطة اللي بتقول إزاي هنفذ المشروع إزاي هعمل مرابع والتحكم على المشروع إزاي أن أقفل المشروع وهكذا ده كله كان بيتعامل أثناء مرحلة التخطيط للمشروع أثناء بقى المشروع نفسه أثناء المشروع في التنفيذ ومرابع والتحكم لازم بقى بشكل دوري نعمل control على السكوب للتأكد أن احنا بننفذ السكوب المطلوب مننا بس مش أكتر بين كده وأيضا بنعمل وبنسلم العميل بشكل رسمي أيضا على مدار المشروع كل ما فيه deliverable يخلص نسلمه ده عن طريق عملية الvalidate سكوب للحصول بقى على accepted deliverable أيضا في نفس الوقت على مدار المشروع بنعمل برضو control على السكادول لتأكد أن احنا ماشيين طبقا للجدول الزمني المعتمد وأيضا على مدار المشروع بنعمل برضو control على cost لتأكد بقى أن احنا أيضا يعني لمعرفة حالة المشروع performance بتاعي هل لنا كسبان ولا خسران هل لنا سابع الجدول الزمني ولا متأخر طبعا ده هيتم بناء على تطبيق بقى لمعادلات اليرند value وأيضا ما تنساش أن في عملية مهمة جدا جدا بتتطبق أيضا على مدار المشروع وهي manage quality و control quality بنعمل هنا manage quality وبنعمل quality audit للتأكد أن احنا ماشيين طبقا لل policies وال procedures وال process الخاصة بالشركة وأيضا بنطبق بقى الشكاوة وال 5 ways لمعرفة السبب الجزري للمشاكل والعملية المهمة جدا وهي control quality طبعا هي عملية داخلية بيطبقها فريق الجودة في المشروع للتأكد أن احنا بننفس deliverables بشكل صحيح بيتم بقى الفريق بيعمل inspection للتأكد أن deliverables صحيحة مكتملة ما فياش أي errors أو أخطاء والحصول على validated deliverables وبعد كده بقى نوديها للعميل عشان خاطر يستلمها بشكل رسمي أيضا على مدار المشروع بيتم عمل monitor على communications على معلومات المشروع يتم التأكد أن احنا بنتابع فعلا communication plan والمعلومات والتقارير بتروح للمعنيين بشكل الصحيح في الوقت الصحيح بالفرمات الصحيحة بالمستوى الصحيح باللغة الصحيحة أيضا من المواضيع المهمة جدا جدا وأيضا لازم نعمل بشكل رسمي بشكل دوري ونتابع هل محتاجة تعديل أو تغيير عشان خاطر نتأكد من إشراك المعنيين بشكل صحيح وإشراكهم معنا في صنع القرارات أثناء المشروع ونتأكد أن احنا فعلا بنكسب دعمهم ونقلل من المقاومة على مدار المشروع أيضا بالنسبة للمخاطر أيضا على مدار المشروع أثناء المرابع والتحكم وأثناء التنفيذ بنعمل ونطبع اللي احنا كنا مخاططين لها في البداية وأيضا بشكل مستمر بنعمل ونعمل والاجتماعات للتأكد من فعالية في التعامل مع والريسك وأيضا عمل عشان خاطر بقى نحنا نشوف ونقارن الريمينينج كونتانجينسي رزير بالريمينينج ريسك للتأكد أن الريمينينج ريزير كافي لتعامل مع الريمينينج ريسك وهكذا وأيضا على مدار المشروع بنعمل كونترول بروكيورمنت وكونتاكت بروكيورمنت ممكن في أي وقت مشروع نعمل عقد جديد مع أي ساب كونتراكتور مع أي بندور وأيضا بنعمل كونترول على البروكيورمنت بشكل مستمر للتأكد بقى من أعمال السيلرز وعمل الاسبيكشن للتأكد أن الأعمال أو السيلرورك تبقى للكونتراكت ويتم أيضا عمل وحل الديسبيوت اللي بتحصل وأيضا على مدار المشروع بيتم عمل كلوزينج للبروكيورمنت وهكذا ده كله كان بتعمل أثناء المرابع والتحكم في المشروع وبعد كده بقى بنبدأ أن احنا ننفذ أعمال المشروع بشكل مستمر أيضا وإثناء التنفيذ للمشروع بتحصل مشاكل عندنا كتير وبنعمل ونحلها وبنسجلها في وأيضا بيحصل تغييرات على والبلانز في المشروع فبنتابع بقى والشينج منجبنت والشينج كنترول سيستيم والشينج كنترول استراتيجي وهكذا وأيضا البروكيورمنت لازم يتم أيضا إدارتها بشكل جيد وتخزينها وتوزيعها والتحكم في المناسبة واتباع البروكيورمنت بشكل جيد أثناء المشروع وأخيرا في النهاية لازم بقى مش بس في النهاية حتى أثناء المشروع بشكل دوري لازم نحن نوصق الدروس المستفادة بشكل دايم ونحطها في بحيس نحن في نهاية المشروع بننقلها من نخزون الدروس المستفادة لكي يتم الاستفادة منها بقى في المشاريع المستقبلية وأخيرا كل شيء كان لي بداية لازم يكون لي نهاية فلازم نعمل كلوز للبروجيكت لازم نقفل المشروع بشكل جيد ونعمل بقى ترانسفير للمنتج من مرحلة البروجيكت منجبنت إلى مرحلة الابريشن إلى جماعة التشغيل والصيانة ويبقى إغلاق المشروع بشكل جيد وعمل بقى وتوصيق بقى سامري كده عن مراحل المشروع المختلفة وأهداف المشروع والأكشو والكوست والسكادول وهكذا في التقرير النهائي للمشروع وعمل بقى اجتماعات الإغلاق في الأجائل وهكذا وأخيرا بقى نعمل احتفال بنجاح المشروع شفت المنهج بتاعنا حلو ازاي اتلخص الكلام كله في ثلاث كلمات فالموضوع بسيط ده اللي انت محتاجه في الامتحان أنا برضو عايز أقول نقطة للامتحان الدولي الامتحان الدولي بيختبر فهمك وليس حفظك يعني لو انت حفظت الكلام ده بدون فهم مش هتنجح الامتحان ما بيختبر your knowledge ما techniques والtasks لا الامتحان بيكون عبارة عن سيناريوهات مواقف عملية هتحل السيناريوهات دي بدلا على فهمك للموضوع ده فأهم شي عشان تنجح لازم تحل أسئلة أهم شي مش فيهمك بس لازم عشان تنجح في الامتحان تكون فاهم وأيضا تتضرب على أسئلة الاتنين دول يخلوك تنجح من أول مرة وأعتقد أننا الحمد لله بقى هنا كلنا فاهمين الموضوع وربطناه كويس فحلك الأسئلة ووصول بقى إلى إذكور كويس ده ده طبعا إن شاء الله سيساعدك على اكتياز الاختبار زي ما في قبلك ألاف الناس مجحوا معنا الحمد لله ألاف الناس بشكل يومي وأسبوعي وشهري بيطلع مئات وألاف النجحين من عندنا الحمد لله من PMTrix كأكبر شركة ومؤسسسة بيطلع منها نجاحات في الوطن العربي كله نجح عندنا أكتر من 30 ألف واحد من PMTrix فإن شاء الله العقبة للجميع بإذن الله الناس كلها تنجح في الاختبار وأخيرا أنا بنصح كل الناس إن هي تطبع اللوحة دي الميين دي ما بدي تطبعها على مقاس مثلا A0 أو A1 بمقاس كبير وتحطها عندك في المكان اللي أنت دايما بتذكر فيه في الغرفة بتاعتك مثلا في المكتب بتاعك لزقها كده وعلقها وراك بحيث أن بتراجع منها هتفيدك جدا 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 في ليلة الامتحان وإنت محتار محتاج تراجع المنهج عايز تعمل إيه فهتراجع من الميين دي ما يبديه هتوفر عليك وقت كتير لو إنت جده وقفته قدام اللوحة دي وبصيت لكل تسك وشفت إيه اللي موجود فيه وبيطلع إيه وإيه المخرج من كل حاجة والتولز بتاعتها هتربط المواضيع ببعضها قبل الامتحان مش هياخد منك ساعة زمن بس أن انت تتعمق كده في اللوحة والبروستس كلها ده رايح فين وجاي منين إن شاء الله ده هيوفر عليك وقت كبير جدا وهيربط لك المواضيع ببعضها طبعا ويه بالتوفيق والنجاح يا رب لي كل الناس الانتغيير ده ولا لا علم وفقين أصحاب الصرح علم وفقين إن النشاء ده يزيد